نظمت جامعة قناة السويس قافلة تنموية شاملة لقرية المنايف بمركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية ضمن مبادرة حياة كريمة تم خلال القافلة تقديم خدمات طبية لما يقرب من ألف مواطن بالإضافة إلى تقديم الندوات التسقفية في مجال الإرشاد الزراعي ضمن مبادرة حياة كريمة نظمت جامعة قناة السويس قافلة تنموية شاملة إلى قرية المنايف بمركز ومدينة أبو صوير تم خلالها تقديم خدمات طبية لما يقرب من ألف مواطن القافلة تشمل 11 تخصص طبي ما بين رمض وما بين أطفال وما بين عزوم وما بين نساء وتوليد وغير من تخصصات مع تقديم الأدوية اللازمة لأهلين من قرية المنايف والقرى المحيطة أيضاً عندنا النهاردة قافلة بيطرية بتجوب المواشي للكشف عليها تقديم الخدمات البيطرية المناسبة لها عندنا أيضاً قافلة زراعية بتجوب الحقول والمزارع لتقديم الخدمات الزراعية المناسبة لأهلين المزارعين والفلاحين وفي مجال الإرشاد الزراعي تم تقديم الندوات التثقيفية لعدد 27 مزارع ثم توجه خبراء جامعة قناة السويس لزيارة ثماني حقول ومزارع لقرية المنايف النهاردة عملنا قافلة طبية في قرية المنايف من أكبر الكرة في مركز أبو سوير وعشان كده عملنا اتفاق مع جامعة قناة السويس لنعمل قافلة طبية هنا وغاية دلوقتي فيه إقبال جمهيري كبير أكثر من ألف حالة لغاية دلوقتي وإن شاء الله مستمر للساعة أربعة القافلة الطبية شملت خدمتها المجانية مجالات الأطفال، النساء والتوليد، الجراحة، المسالك البولية، العظام، الأسنان، الرمض، الباطنة، طب الأسرة، الجلدية، والأنف والأذن كما قدمت القافلة البيطرية خدماتها لـ 75 مستخيداً الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس من جانبه أكد على حرص الجامعة على المشاركة المستمرة والفاعلة بمشروع القرن من أجل توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين وبهدف تسخير الإمكانات المتاحة لخدمة أهالينا في المناطق الأكثر احتياجاً